عمرك زعقلك نبي يا جه فخرجت من أدية الديء لوسع الطريق انت بديب الأسئلة دي منين يا عطا بص يا ست البنات عمرك زعقلك نبي طبعا أنا معرفش يعني ايه زعقلك نبي بس انت بتتكلمي في انها نقطة التحول ما بتقولوهاش في الصعيب بنقول بس عندي كمية كلام بنقوله باخدوا بالكده انك تخرج من أدية الديء لوسع الطريق ربنا يفرجها عليك تبقى حاسس ان دي النهاية حصل حصل امت بقى وازاي؟ كتير في نقاط التحول كانت في حياة هشام وكانت المسألة ديجة لدرجة انت ما تتخيليهاش وفجأة الموضوع تغير تماما طبعا حكيلك أحكيلك وسديجي أو ما تسديجيش يعني وفرصة والله أحكيها في التلفزيون يمكن مريم تظهر بص يا ستي سنة 95 كنت جاي من الصعيط من تجارة سهاج وجاي حول لجامعة عين شمس وكانت شروط التحويل من جامعة سهاج لجامعة عين شمس في حدود أربعة أو خمس شروط ولا واحدة فيهم عندي يعني كان مفروضة يكون جاي بتجدير وأنا كنت عيد السنة كان المفروض يبقى معايا إقامة أو سكن في القاهرة وما كانش عندي كل الحاجات اللي المفروض إنها هتحول مش عندي وطلعت قش بحاجة ساعة وتكلمت بهزر مع الراجل صاحب بتاعة الكوشك وتظهر جنبي واحدة معنفش منين جايت لي هو أنت مصري فقلت لها لا مستورد باجي في علب ماذا بقلش يعني فده هكذا فانبسطنا يعني تعرفنا على بعض كان اسمها ماريا كان اسمها ماريا كان اسمها ماريا مش هنساها ماريا مش ههين طب إنت إيه اللي جايبك طب أنا جاي حول مش عارف حول عشان الشروط وبتاعه وبنتكلم رح يتواخداني من إيدها وراح يتودياني لولدها والدها دكتور في كلية طب